اشتركوا في القناة من الخطط اللي انت مذاكرها في الافتتاح بتاعك لكن لو الافتتاح مشة في سكة ان ما فيش عدم توازن البياد أربعة على أربعة في جناح اتنين على اتنين في جناح مالك آمن جدا مالك آمن جدا كل القطع منتشرة بشكل جيد انا ما عنديش فكرة اعمل ايه بالله عليك كم مرة سألت نفسك هذا السؤال اكيد سألت نفسك هذا السؤال كثيرا ممكن تكون سألت في نفس هذه الظروف بالزبط او في ظروف اخرى في عدم توازن فعلا وفي فكرة فعلا لكن انت مذاكرتهاش او مش مطور نفسك بشكل جيد في الميدل جيم تعال نشوف هذه المباراة وان شاء الله هتستفيد منها جدا اعمل لايك لزيز اشترك في القناة لو مهتم بهذا المحتوى واعتقد لو انت استنيت وسمعت المقدمة دي كلها فانت اكيد مهتم ان شاء الله ماجنس كارلسون خلي بالك انك ما تقدرش تمسك في هذا البيدق بسهولة لان دايما انا بضرب هذه السلسلة البيدقية لو عملت حاجة زي سي سي سيكس فانا عندي بيدق في بيدق بيدق في بيدق وبعدين بي ثري في النهاية بهدد بيدق في بيدق بيدق في بيدق في الفي بيدق ولو انت اكلت فانا برجع بيدي بكشة اولا وبعد ما اتغطي باكل البيدق ده وامور ممتازة بالابيض هذا الذي يدفع لاعب الشطرنج انهم اللي بيلعبوا بالاسود في هذه الاشكال انهم يسيبوا البيدق يرجع عادي لكن يكملوا انتشارهم مش بس كده كمان يلعبوا نقل نشيط بانهم يضربوا الوسط لان خلي بالك دي اسمها الاعمدة الوسطية وهذه هي المربعات الوسطية وهذه هي البيادق الوسطية الان الابيض لديه افضلية بيدقية في الوسط اتنين على واحد عليك ان تضرب الوسط يعني تبادل واحد طرفي بواحد وسطي وبالتالي تحافظ على تعادلية الشكل يعني ممكن انت تاكل او الابيض هو اللي ياكل يبقى في الاخر اتنين على اتنين واربعة على اربعة جاءت سي فايف تبييد جاءت اي سيكس عايز هذه المساحة على الفيل بي ثري بس من ماجنس كارلسون بي سيكس والان اكل اكل بالوزير اكل بالرخ اكل بالفيل بيشب بي 2 اكمل الانتشار اكمل الانتشار حط الفيل سحب الفيل وبيفضي مكان للحصان كل ده يعني مجرد افتتاح وهم مذاكرينه لسه ما وصلناش للميدل جيم لان لسه الرخين دول ما اتصلوش ببعض بعد التبييد ونايت سي فور والرخ جات في النص الان نايت اي ون فكرة نايت اي ون هقولها لك كمان شوية بيشب دي فايف الرخ الاخيرة جات الرخ الاخيرة جات نايت دي ثري بيشب باك تي اي سفن الحصان يقفز في مربع قوي يسحب الفيل الى الوراء والحصان يعود بيشب تيكس هنكرر ولا يقل له مش هكرر والان يعود الى هنا كينج اف وان ايش سيكس لانا هنا وقفة حد هيقول لي انت جريت اوي في اللفات عزيزي هذه ليست سلسلة افتتاح دي افكار ميدل جيم هذا الشكل هو اللي احنا محتاجين ندرسه سوا ونفهم ايه اللي بيتعمل حيثه اربعة اصاد اربعة اتنين اصاد اتنين الارخاخ موجودة في الفايلات المفتوحة على الجانبين حصانين حصانين فيه الماسك وطر فيه الماسك وطر فيه الحزين شوية فيه الحزين شوية تعمل ايه ده اول سؤال لازم اسأله لك وقف في فيديو وفكر وبعدين اقولك تفكر في الاشكال دي ازاي وانا هاعتبر انك فكرت ورجعت ماجنس كارلسون لديه خطة واضحة الان بانه نظر الى مربع ضعيف وبيحاول يتخلص من المدافع بتاعه c6 مربع غير محمي ببيادة البداء اللي هنا تشال البداء اللي هنا تشال هذا المربع غير محمي ببيادة فلو سمحت تعالا نحاول نتخلص من مدافع هذا المربع بعدين هنستغل نايت سي فور للضغط على البيدق وإذا دفي على البيدق نروح بالحصان على A5 ونحاول نخترق هذا المربع ماجنس هنا عمل ايه يا ترى قعد يقول أنا الآن من G5 اللي هي ما بتهددش أي حاجة طب هو ممكن يلعب H5 ممكن بس ما لهاش معنى لا هو بيستخدم تكنيك أو طريقة للحسابات في هذه الأشكال التعادلية جدا اسمها move by move technique طريقة النقلة بنقلتها وهو ما فيش توازن ما فيش عدم توازن هعمل ايه النقلة بنقلتها أنا عايز المربع ده يضعف فخلينا نتخلص من هذا المهاجب المدافع اللي هو البشب بعدين نبقى نبدأ المانوفر اللازيزة بتاعت الضغط وإذا دفع واحدة واحدة كل حاجة جاية واحدة واحدة هنا اتلعب 9D5 زي ما انت شايف علامة استفهام علامة تعجب يعني نقلة مش الأدق خلي بالك مش الأدق دي التالتة على الانجين أربعة من عشرة الأدق كانت اتنين من عشرة فالفرق بين الغير دقيقة والدقيقة اتنين من عشرة دي أربعة من عشرة ودي اتنين من عشرة لكن الكلام ده رقمي وحسابي وكمبيوتري تعالى أكلمك باللي احنا بقى أنا وانت نفهمه هنا كان أفضل حاجة انت عايز المربع ده مفيش مشكلة أنا حاكل دي بستموف حاكل وهأفل السكة داعيا المزيد من التكسيرات هنا في نقلتين كينج اي توي يطور نفسه مثلا والآن يأكل يأكل نظف 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 وبعد نايت يفور الشكل تعادلي أنا عايز أعرف انت استخدمت المربع ده في ايه آه هو مربع ضعيف لكن أنا حسبت طريق أكسر بالقطع بشكل شبه إجباري ومعندكش حاجة خلي بالك اللي حصل ده هو النقلة بنقلتها بالضبط أكلت أكلت ولعبت نايت سي فايف قفلت عليك السكة واحد يقول لي أصله هو هيعمل كده وبعدين هيجي كده إزاي يعني ما فيش وقت للكلام ده أنا حكسر أولا ياكل لازم تاكل دلوقتي بإيه لو كانت بالرخ ما أنا برضو حكسر في الآخر وهنفرتك كل حاجة شكل صفار تكسير والإسود ما عندوش مانع انه يتعادل في هذه الأشكال خصوصا انه بيلعب ماجنس كارلسون وهو 2750 مع واحد مثلا 2850 يتعادل ده بالضبط اللي انت بتحاول تعمله وانت بالإسود فيه أشكال تعادلية جدا بتلعب على تعادل إلى أن يخطئ الخصم خطأ واضح وعنيك تكون مفنجلة لأي غلطة غير دقيقة أو نقلة تسمح لك بعمل تاكتك زي ما هيحصل في هذه المباراة خلي بالك فكرة أخرى بدل كينجي إي تو في هذا الشكل انه يتلعب نايت سي فايف يأكل مثلا مباشرة تكسر وتاكل برضو ما فيش حاجة خلي بالك برضو ما فيش حاجة بعد ما ياكل ياكل الشكل سفار لكن ده ما حصلش ليه؟ لأنه واضح كده إن مامد ياروف بيلعب على مكسب فتجنب التكسيرات أوكي الآن ماجنس كارلسون نايت سي فور ضغطا على هذه المربعات عادي ممكن كمان يبدأ يذهب إلى هذا المربع مجرد أنه بيستغل مربع جيد للقطعة بتاعته ومربع متقدم ما فيش أكتر من كده وما فيش فكرة تانية الآن جاءت بي فايف خلي بالك بي فايف مش أحسن حاجة أحسن حاجة إيه؟ تلعب نقل انتظاري زي بي شباك أو كينجي هنا نقلة ما تغيرش حاجة في الموقف ده تغيير خطر شوية خلي بالك إنك لو عملت حاجة من دي والأبيض حاول يلعب لعب عنيف هو اللي هيعاني يعني مثلا دفعة بيدقية زي دي امشي لو زمحت من نص انت قاعد بتعطل نفسك وبتعمل مشاكل أولا أنا ممكن نمشي هنا وابدأ تكسيرات وبعدين البدأ ده يكون إضعاف فيضغط عليه كمان زيادة بعد نايت أف سيكس تدفع تاني فانت حرمت نفسك من المربع للحصان أو قفلت على فيلك لو انت لعبت إي فايف في الآخر فهذه الأشكال لو سمحت لا تستخدم أفكار عنيفة هدفع البيادئ يا ابن هي دي ماجورتي هم دولار 4 على 3 يعني هل عندك أفضلية بيدقية فبتدفع البيادئ بلوش معنى سيب الحاجة زي ما هي إلى أن يظهر شيء واضح ما ظهرش حاجة واضحة بالنسبة للمستوات إلعب على التعادل عادي مش لازم تجبر الشكل إنه يروح في حتة حتة سيئة بالنسبة لك هتعمل لك أنت مشاكل أوكي بي فايف سمحت بالحصان يروح في مربع جامد ورايح للمربع اللي مدايقني لكن الإسود في بطنه بطيه خصيفي علشان الفيل هيفضل موجود والحصان قافل السكة ما عادش فيه أي تكسيرات هي دي الخطة اللي اختارها مامد يارف A3 ممنوع تيجي كده وتكسر ممنوع تيجي بالفيل وتطرد الحصان في أي لحظة نقلة ممتازة مش بس كده النقلة دي بتحضر لإيه كمان لبي فور نايت بي ثري نايت سي فايف لو احتجتها ماشي أعمل إيه دي تاني لحظة بقولك وقف الفيديو وفكر تعمل إيه بالإسود الإسود هنا الجناح ده باز معدش فيه أي لعب يعني معدش فيه أكشنز على هذا الجناح حتى لو جيت بالحصان ده كده مثلا فهو مش رايح لأي حتة مفيدة أعمل إيه بيستموف على الانجين من مامد يارف ألعب واخد مساحة على الجناح الآخر لاحظ إنه مدفعش البيدأ ده مثلا ده بلاش دلوقتي بس هو لعب نقلة مستحيل تكون إضعاف والبستموف على الانجين جي فايف عاوز جي فايف عاوز أف فايف عايز كينج في كينج بياخد مساحة على هذا الجناح ماجنس اتش ثري يعني ما تضيقش الفيل بتاعي لإنك لو قدرت تاخد مثلا F5 جي فور الفيل هيسيب الوطر ويرجع فهو لعب اتش ثري ممتازة والان F5 واضح كده إنه بيحاول يمصمر هذا الحصان ما يتدفعش عليه أي بيادئ ولا يتحرك وتتمحور جميع قوى الأسود حوالين هذا الحصان منتصف الرقعة بي فور من ماجنس كارلسون كينج F7 والان نايت بي ثري النقلة بنقلتها أنا ما عنديش حاجة هنا تتلعب أكتر من أننا بدأت فكرة وبكمل فيها نايت بي ثري نقلة جميلة من عام ماميدياروف بيشب F6 الانجين بيرشح أول نقلة بيشب تدي سيكس عشان يفضل مرائب المربع الجامد لكن كما ذكر الكتاب إن ماميدياروف من اللاعبين اللي مش بيصدق دايما أفكار الخصم فكرة إن انت ناوي تغرز حصان جامد قوي هنا وتبقى فضيع وبتاع أنا مش فارق معايا اغرز الحصان زي ما انت عايز أنا حاسب حساباتي بشكل جيد وعاوز أكثر الفيلة مع بعض وحط الملك مكان الفيل في مكان أكثر نشاطا لو قدرت بعد دول كلهم أحقق دفعة البيدق دي جنب الملك اللحامي كل البيادق تبقى دي حاجة عظمة بيشب دي سيكس اللي بقولك عليها عليها مثلا الحصان يقفز تعالى 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 وكيش يعني البيض كويس سيكة بس الانجين دلوقتي بيقول إنه عادي واحد من عشرة كيش مشيت في الـ E7 ومعادش في حاجة لو اديتني كيش تاني هرجع وترجع بسرعة الشكل تعادلي ما فيوش أي حاجة لكن الشكل ممكن يبوز منك لو انت اديتني امتياز الفيلين مثلا بقى الفيل جامد شوية واخد بالك يعني بصراحة الفيل دا سفاح برضو الانجين ما ادي الشكل صفار والانجين هيقيم الموقف أحسن مني لأنه على مدى عشرين نقلة قدام بيقول أنا بصراحة مش عارف انت هتستغل امتياز الفيلين دا ازاي في هذا الشكل لكن اللعب بتاع البناء قدمين مختلف ممكن تلاقي حاجات كتير تظهر برضو في هذه الأشكال المهم يا سيدي بيشب F6 جاءت تاري كان هذا المربع تماما وبعد بيشب تيكس كينج تيكس الحصان يغزو هذا المربع لو سمحت انت ما بتلعبش لوحدك لو سمحت انا كمان عندي مربع زي زيك وتعال انكسر بقى الفيلة لو تحب على فكرة التكسير ممتاز وما فيهوش اي مشاكل والشكل تعادل لكن ماجنس كارلسون شاف ان بدام هنكسر ونوصل للشكل دا ما عدتش فيه فرص مكسب خليني اسحب الفيل يا جدعان سحبة الفيل ان نقل رقم 3 على الانجن والاولى فيل في فيل فهذا ليس قرآنا دا مجرد اسلوب لعب انا هحافظ على امتياز الفيل بتاعي وهحافظ على وجود قطع اكتر على الرؤعة يمكن يظهر شوي التعائدات كمان الفيل راجع علشان يرائب المربع دا يمكن يحتاج يكسر الحصان دا في لحظة نايت سي فور جاءت الان طالبا البيدق لكن اي فور موجودة ما تقدرش تاكل علشان الحصان متعلق بص الشياكة انا حميت الحصان بتاعي طالب البيدق اللي انت عايزه دا اساسا اذا ما سوية بيتاخدش البيدق او الا بيتاخد لو اكل 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 مخسرش بقى لان الحصان هيبقى محمى بالرخ ففعلا دا تهديد على فكرة تهديد الا لا يأكل فيه رخف لا عشان بيأكل بالبيدأ تأكل بأكل تاني ده مش محضر والله الكلام ده بسيوها حسابات بحسبها معاك دلوقتي واحدة عديد بنتكلم أحسن نقلة ماجنس كرلسن لعبها ألا وهي A5 أخذ مساحة ثبت الإضعاف والآن هذا ليس إضعافا يتحرك الحصان في منتصف الرقعة ويضغط على هذا البيدق لكنه ما احمي قدر الإمكان فيه إيه مش ده بيدأ ولا إيه آه لكن انت بتلاعب مامي دياروز أحد أفضل المهاجمين والتكتيكيين في العصر الحديث وقف الفيديو وفكر تلعب إيه لو كنت مكانه النقلة هي بوم خدت البيدأ بتاعي أنا خدت منك حصام وأنا خدت بيدأ عليه وخدت فرق وخدت رخ في السابع الدرس بتاع النهاردة خلص ليه؟ لأن الشكل ده هايلي أنبالنسد اسمه أنبالنسد ولا إيمبالنسد حد يقولنا في التعليق أعتقد هايلي إيمبالنسد ماشي ليه؟ لأن خلاص موضوع بقى أن الشكل متماثل والشكل تعادلي لا هو فارتكو فارتكو بالتضحية اللي ضحاها لكن على الانجين الشكل صفار بالرغم من أن الشكل ده يعني غير متوازن بشكل واضح نتيجة الاختلاف في الماتيريال عدد البادئ مختلف عدد القطع مختلف إلا أن التقييم بتاع الكمبيوتر صفار بس نكمل اللي حصل بش بـ F3 بش بـ E4 لو أكلت تخسر لأنه بياكل هذا الحصان أين يذهب لو مشي هنا مثلا ياكل ياكل وتتربط فأفضل نقلة إنك الأول تهرب بكش والملك يمشي بعدين الحصان يتحرك هذا الشكل يعني برضو صفار ده دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تخلي الشكل صفار إنما لو أنت مشيت بقى طبيعي كده تخسر عشان الربط اللي أنا ورتها لك يعود الحصان ويفتح طريقا وآفاقا لهذا البيدق للتحرك بـ Ship Takes Rook Takes Rook Takes Knight Takes تقول الأسطورة إن الرخ أقوى من القطعتين في النهايات لعدم التناسق ما بين الفيل والحصان بسهولة عارف دولة وفيلين الكلام يختلف لكن ده فيل وحصان أيوة بس الكلام ده القاعدة العامة يعني القطعتين مثلا لو واحد منهم فيل باصص على مربع الترقية وفيه بيدأسالك الكلام بيختلف ما هو يجدعان الشطرنجي لو قواعد رياضية زيها زي أي قواعد وقوانين كان كل اللي تعلم القواعد بقى جي ام كل ده احنا عارفينه إنما التنفيذ من شخص إلى آخر بيفرق الألفين متين عن التلتمية عن الربعمية عن الستمية عن بطل العالم طيب اي فايف عاوز قطعة لا وكمان رايح أدعم البيدأ بتاعي ماشي ماشي امشي حاضر مش عارف ليش هاي من مريحة أنا في شوية حاجات بتحصل وأنا بلعب مع وأنا بعرض لك المطش أنا ما ببقاش محضرها بس جاي في عناية قوي دلوقتي فكر لا بس بيزة بيزة فكرة إنه هو مثلا مثلا لو لعب دلوقتي كينج لعب كده مثلا مثلا إن يحصل حاجة من دي أخي بالك فشكل صفار يعني حتى لو أكلت الشكل صفار إنه يدفع دلوقتي بس أنا شفت نقلة دي دي شكلها شكلها دي خطر آه والله وينينج وينينج بعد الدفع البيدقي ده واو يدفع البيدأ طيب يدفع آه مش دي اللي بتكسب في نقلة تانية بتكسب آه التخلف ده ما دي بتكسب على طول التخلف ده بياكل وبنرأي أوكي فده اللي كنت شايفه واضح إن النقلة دي على الهوى جمدة يعني فعلا فعلا ممكن تعمل مشاكل هي فكرتها كمان إنها قفل الطريق بس تصدق لو دي آه ممكن تلعب عليها كده أعتقد ولا الإنجين هي زعالني برضو عليها نايت سي ثري ولو تمشي بكيش كينج أفتو وشكل صفار شكل صفار ومرائب البيدأ يعني مش مضطرة تاكل إطلاقا بس الله بيضة هيكل البيدأ التانية ده كمان آه وضع وضع معقد المهم كينج إي فايف لعبت والآن إي سيكس روك إي تو الآن ما ينفعش بقى تعمل الأفكار لننستعيلها إنه هيكل برخ بشباك هاتي البيدأ كان عليه وكان فيه لين بيتعادل في هذا الشكل يبدأ بإي ثري تاكل يخش بالملك ترجع والآن أفور خلي بالك البيدأ لا يتقدم إلى الأمام زيادة الملك يجي وبعدين تديله كيش يمشي وبعدين ممكن نكرر لو أنت حاولت تتعق بالأبيض بهذا الشكل مثلا وراحت تاكل البيادة البيادة دي بتجري وبتموتك أوكي ده كان اللين التعادل الوحيد أو شبهه الكينج دي فور أولا بعدين تدفع البيادة لكنه لعب ايتش فايف وده بطيء ده لين بطيء تلعب عليه بيشب تيكس دفع البيدأ تيكس وبعدين رجع هات الرخ الرخ مش هرب دفع البيدأ الآخر بي فايف دفع البيدأ الآخر بي سيكس كينج أفور شكله عاوز يديله مات في اتنين يعني يديله كيش تطلع وبعدين يديله كيش مات كيف ستتعامل يا ماجنيس بوم نايت تيكس وانتهت المباراة هنا على فكرة نايت تيكس فكرتها انك ممنوع تديني كيش حاكل ولو انت أكلتني فبي سابن أرجع تاني عشان ما فيش الكلام ده هجيب وزير باكش فحصان في بيدأ دي في منتهى العظمة الفينيش الرائع يعني من ماجنيس كارلسون خليني أراجع معك في عجالة إزاي تستفيد من محتوى زي المحتوى ده أول حاجة في هذا الشكل ماجنيس كان عينه على المربع ده فعرض تكسير أفل السكة مش عايز أكسر ومش عايز أضعف مربعي النقلة اللي بعدها نايت سي فور فكرته لما تدفع بيسموها بروفوكاتف موف نقلة مستفزة تدفع أروح واغز المربع مرة أخرى النقلة بنقلتها امشي أوكي وبعدين مثال رائع عن النقلة بنقلتها في هذه الأشكال مش ميت حسباية انت دلوقتي داخل كده تكسر ولو أكلت هتاكل بالفيل وتضغط على الحصان ممنوع يدفع البيدأ الجنب التاني لأن الجناح ده ما عادش فيه لعب فبياخد مساحة على الجانب الآخر باستموف على الانجن ماجنس خلاص خلصت كل الحوارات ما عادش فيه دفع على الفيل خلاص انتهت بي فور بقى وابدأ أنا النقلة بنقلتها تاني وارجع أتمحور حوالين هذا المربع حط الفيل في وشه كسر ودخل نفذ فكرته إلى أن انتهت المباراة التكنيك اللي كان بيحصل اسمه إيه؟ النقلة بنقلتها موف باي موف تكنيك أتمنى تكون اتبسط واستمتعت واستفدت وتعلمت حاجة جديدة لايك لذيذ واشترك في القناة ولا تنسى أن هذه السلسلة معمولة خصيصا عشان أنت تستفيد طبعا وعشان نوصل بها مئة ألف متابع أشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة